السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في درس جديد من دروس الفيربايز. هنكمل شغلنا مع قرية من الريال تايم داتا بايز. هنشغل المشروع بتاعنا. هنشغل المشروع نشوف اخر حالة وصل عليها التطبيق بتاعنا. نشوف رسالة الخطأ دي ايه. رسالة الخطأ دي احيانا بتحصل كتير. بيبقى الحل بتاعها اللي هو بيقول لك استخدم. الرسالة دي ممكن تقابل الناس كتير خاصة باللينكر وكده. اول حاجة تجربوها لما تقابلكوا رسالة زي دي. هنك تعمل كوماند شيفت كي. اللي هو كلين للمشروع بتاعي. وبعدين تعمل كوماند بي. كل الحاجات دي ممكن تجيبوها من قائمة نعمل بعد كده بعد كده نشغل من تاني ونشوف هيجيب لي رسالة الخطأ اولا هيعدي بدون مشاكل. مرة دي التطبيق اشتغل معي بدون مشاكل فإذا رسالة الخطأ عادت. الحاجات دي وارد انها تحصل بيبقى ليه علاقة بالملفات وتنظيم الملفات على الجهاز. اي مشكلة قبلك زي كده اول حاجة تجربها تعمل كليين وبلد. ممكن تجرب بيلاد بس الاول. بعد كده تجرب كليين وبلد. قبل ما تروح تدور على نت ولا تسأل ولا تشوف رسالة دي سببها ايه. طبعا لو عايزين تقروا معلومات اكتر عن الرسالة انسحوا السطر ده وقر عنه هتلاق معلومات كتير في استاك اوفر فلو على جوجل. التطبيق بتاعنا اخر وضع كنا عليه ان احنا كنا بنروح نقرأ الداتا بتاعتنا من الداتا بيز. لما بدخل كده على الريد بيحمل ده بيقرأ لي كل المسجز من بتاعي. لو احنا فتحين بتاعنا من هنا. عالتطبيق. شغل التطبيق بتاعنا. ندخل عدتها بيز من على الشمال. هنشوف ان عندي اربعة كومنت. كل كومنت بياخد. اي دي. الهو جنراتد باي فاير بيز. كل هنا للتعليق بتاعه. فده اللي بيزهر عندي هنا وظاهر التعليقات بتاعتي. طبعا موضوع الترتيب مش هنتكلم عنه ده لوقتي. زي ترتب الحاجات دي. بس دلوقتي انت لو ضفت عنصر جديد. وليكن قلت له ان ازهر كومنت. قلت له ات. لو رجعت على صفحة. لو رجعت على الصفحة بتاعة الكونسل بتاعنا هنلاحظ فيه جديد اضاف بالكومنت. بس اللي هنلاحظه ايه? هنلاحظ انه ما تمش اضافته هنا في القائمة بتاعتي بشكلة القائمة. ليه? لان انا لو رحت على بتاعي. شفت الاوامر اللي انا عاملها عشان احمل الداتا بتاعتي من هنا. هلاحظ اني بستخدم حاجة اسمها كلمة دي الموجودة معناها انه بيسحب الداتا دي مرة واحدة. يعني بينفز الامر ده مرة واحدة. ما بيعملش متابعة لاي تغير يحصل عندي في الداتا. بالبساطة لو لغيت السنجل ده. لو لغيت السنجل ده او كتبت الامر من اول وجديد تعالي ههو احطي لكم ده كرفرانس كده في فانكشن جديد هسميها توضيح على المعنى بتاعها. ممكن نحط كومنت هنا لتوضيح. ثلاثة سلاش هنا. وظيفتهم هقول لكم عليها دلوقتي انها هكتب مسلا this method observe data once. تسحب الداتا مرة واحدة. فايدة الثلاثة سلاش الزيادة ده. ان لو جيت كتبت هنا observe single هو بيكتبها لي هاللاحظ هنا الكلام اللي انا كتبت و ظهر لي من تحت. فدي حاجة هتفيدنا انا في الدكومنتشن بتاعتي. ده مش الموضوع بتاعنا. بس انا سبت المسل دي على جنب كده. هياخد نفس المسل دي. وهو احطها هنا في لوت data. بس المرادة دي عايدة استخدم حاجة تانية. فاكتب observe. المرادة عايدة استخدم اللي هو observe event type. تماما? فهي كانت الكتابة بتاعتها الصح. انها هشيل السنجل. هشيل كمان ال off. observe event type. ونفس اللي بيحصل الفرق بنتي وبنتي كبير جدا. الفرق هنا. اي تغير بيحصل عندي في الداتا اللي موجودة بيرجع ينفذ الاوامر دي من اول وجديد. الكلام ده يعني ايه? هتعرفوا معنا دلوقتي. ما تنسوش الاول ان انا معرف حاجة هنا اسمها comments. comments تعبار عن array. وبعرفها في الاول انها empty array او المريد view controller ده يحصل له in instantiate. بيعملها empty. وبعدين بيضيف عليها اي حاجة جديدة. انا ما عملتش اي تعديل تاني. كل اللي بيعمله انه بيضيف الكومنت الجديد. بيضيف الكومنت اللي هيلاقيه من ال value هنا ويضعه. موضوع dot value او dot child لو انا ضغطت هنا الاحظ الانواع الموجودة child اربع انواع child واحدة value. الفرق ببساطة الاربع دول حطهم في جنب الوحدهم كلهم بيتابعوا اي تغير يحصل على اي طفل على اي نود من ال child بتاع الرفرنس اللي انا واقف عليه. لكن ال value دي اي تغير بيحصل بترجع لك السناب شوت بقيمة بالتري كلها بالشجرة كلها. طب يعني ايه الكلام ده على الصفحة بتاعتي? يعني في حالة لما بتستخدم child لو child ده حصل له تغيير او اضافة او حزف او اي حاجة بيرجع ببيانات ال child ده بس. لكن في حالة value بيرجع بدول كلهم. وده الفرق البساطة. افهم الفرق ده هتلاقي الدنيا دي كلها سهلة معك. تعال عن شغل التطبيق بتاعنا. اول مرة التطبيق بيشتغل. اول مرة بتاعت بتشتغل لان احطتها بيعمل نفس اللي عمله في وضع ال single انه بيعرض الداتا بتاعتي. طب تعال نعمل اي حركة اضافة من داخل التطبيق او من اي مكان تاني وهنضيف comment جديد. comment comment اي حاجة. لاحظ اللي هيحصل دلوقتي لما نضيف ال at. انا مش عمل breakpoint ولا حاجة. هنسيبه يعمل ايه الواحد. شفت اللي حصل? اضاف لل comment 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 تمام. بس عادل الباقيين دول مرة تاني. طب هو ايه اللي عملو? اضاف كل العناصر دول من اول وجديد. معنى الكلام ده ايه? الكلام ده معنى اللي انا قلتلكو عليه. لو انتم عايزين تتأكدوا من الكلام ده. تعال هعمل برينت للسناب شوت. تعال هعمل بريك بوينت هنا. عشان نشوف اللي هيحصل. طبعا عشان انا كتبت السطر جديد لازم اشغل التطبيق الاول. تعال نروح على الريد. وقف عندي ده. تعال نمشي خطوة واحدة ونطبع بتاعي ونشوف شكل ده بتاعي اللي احنا عارفين. بقيمة كل الموجودة جوه. طيب تمام. تعال خلاص شغل التطبيق وخليه بتعرض الداتا بتاعي. تعال نضيف اي حاجة تاني. نضغط اد. رجع. راح ده نفذ من تاني. بدون ما انا استدعيت ولا قلت له اعمل لود للداتا من اول وجديد. انا ما عملتش اي حاجة. انا كل اللي عملته ان رحت عملت عملية كتابة على الداتا بيز. الامر ده نفذ لوحده. فايزا الامر ده كده في الخلفية. يعني بيديله بيقول له كل ما الداة الراقب الداة اللي موجودة عندي على الفاير بيز في المكان الرفرنس الفلان ده. كل ما يحصل تغيير ارجع نفذ للبلوك من الكود ده تاني. لما بيرجع ينفذ للبلوك من الكود تعال هنمسح الحاجات الموجودة في الكونسول ونمشي خطوة كده ونشوف السناب شوت اللي هاتبحها الجديدة. السناب شوت الجديدة هنلاحظ انها السناب شوت بكل الحاجات الموجودة بالاضافة لاخر عنصر اللي انا ضفته لهو كدبت فيه كلمة كوم. تمام? هيجي بعد كده يلف على الداتا بتاعتي بيعمل لها في يطلع الداتا بتاعتي من هنا. فلو مشيت خطوة من هنا هلقى يبصد ع実ا بتاعتي هلقىợ الداتا بتاعتي فيها سبع كيي. سبع عناصر. لو ضحلت على السبع عناصر هشوف تفاصيلهم. الي هم السبع عناصر الموجودين عندي. اه دي الكيي بتاعي. واسه lungوب بتاعتي. لو دخلنا على النيوب فممكن نستخدم قبل يطلب البيانات وتشوف التفاصيل проп spat tros. لو هنواعزين تطبع لدي dz78 لأي رحبماوس ندخل على الامد و نضع احن دلوقتي نطبع الدATا بتاعتي بكل تفاصيلها لو egنا عايزين بالبلد على عنصر واحد من первuite نضغط click bardzo business Escort والcheck و både التفاصيل كلها بس ممكن تاخد وقت احيانا وهو بطبع للanser الاولاني هذا هو Alban extraordinarily بنصف اخر عنصر qui mine México underwater وبذه brauchen تطبع داتا كلها اعملوا برضو برنت. البرنت دي والدبوجر والبريكبوينت حاجاتها هتفيدك انك تفهم الكود بتاعك بيمشي زي بالترتيب. وهتفيدك كتير انك تعمل وتحل المشاكل بتاعتك مكتير. فيا ريت المهارات دي تحاولوا تستفدوا مها. هتفيدك كتير في شغلكم. في الاخطاء بالذات لما تقابلك اخطاء. او الاكواد بتاعتك النتاج ما تطلعش زي ما انت متوقعها. طب لو امشي كده الفاليو بتاعتك واحدة واحدة. كده هو قدر يطلع دي على شكل ديكشنر. بدأ يلف على كل القيم اللي جواه. فكل ما يلاقي قيمة بيروح يعمل برضو سيف الربج للكومنت. والله هيقدر يطلع على الكمنت بتاعي. لو انا وقفت على الكمنت ده ونشوف القيمة بتاعته ايه? هلاقي اول كومنت عندي في الاتابيز. الو كومنت 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 كومنت. بيروح بعد كده يضيفه على مين? يضيفه على الكمنت. وده السبب لو انا نفذت خلاص الكود بتاعي خليته خلاص يكمل شغل. وده السبب اللي بيخلي الكومنتات تتكرر تاني. انه هو بيعمل اضافة. فالمفروض قبل ما يحصل الكلام ده كله. انا فوق هنا اروح اقول له ايه? اقول له والله امسك الكمنت بتاعتي دي. اللي برا. وفضيها الاول. فالسطر ده ببساطة بقول له فضيها للي. ممكن اقول له طبعا دوت ريموف اول اللي عايزين تستخدمه. او نسويها بال اتنين براكت سمعناها اه فضي هالي او خليها امبتي. وبالتالي التعديل البسيطة اللي انا عملته هيدمن لي حاجة بسيطة. الى هيدمن هالي? نلغي خلاص اللي بريك بوينت او نشئلها خالص مش محتاجانها. وبعد ان نعمل ريد للداتا بتاعتي هيقرأ كل التفاصيل الموجودة. لو جيت ضيفت عنصر جديد ولا يكون قلت له اهمد. الى هيحصل انه هيرجع يفضل الراي وبعدين يضيف اهمد وبعدين يعمل وبالتالي اضمن انه مفيش تكرار هيحصل. ايحصل تعالي اقول له محمد هلاقي محمد هيتضاف. وهكذا. لو قعدتوا تجربوا فيها مش هتخلاص. الطريقة اللي انا عملتها دلوقتي انه بيقرأ كل الداة باستخدام وانه بيعمل متابعة لاي تغير يحصل على الداة بيز بدون ما تضطر انك تكتب اكواد. ودي الفائدة القوية والحقيقية والمعنى لكلمة ريال تايم داتا بيز. كلمة ريال تايم التسمية نفسها ما جاتش كده وخلاص. يا ريال تايم عشان الداتا دي معاك ريال تايم يعني بتتحدث تلقائي بدون ما احتاج اي تدخل مني ولا اي متابعة ولا اي اي اكواد كتير تعبك معك. مجرد استخدامك الكلمة البسيطة دي بدل السنجل. طبعا السنجل ناس هتقول لي طب ما دايما نستخدم الطريقة دي. لا مش دايما. الكلام ده على حسب طبيعة التطبيق بتاعك. برضو استخدام انك تخلي التطبيق بتاعك يبقى النوتوفيكيشن بتاعه شغال من كزا ناحية الاشعارات وكده. دي ممكن تبطق التطبيق بتاعك وتخلي الاداء بتاعه مش حالو. لو انت دخلت نوتوفيكيشن كتير. فانت استخدم الحاجة دي في الاماكن اللي انت محتاجها. يعني كمثال لو برنامج تشات عندك. وبرنامج التشات ده انت واقف محادثة بتتم بين شخصين. فانت الابزيرفر ده هيفيدك جدا. انك هتحتاج مجرد ما التاني يكتب لك رسالة جديدة. مش محتاج تدخل اي اكواد زيادة ولا تعمل اي حاجة. هو هيحدث التيبلو فيو عندك. ويحدث يجيب لك اخر رسالة موجودة بسهولة. بدون ما تضطر وتكتب اي كوز زيادة. السنجل افنت ده هيفيدك في حالة زي ايه? السنجل غيرك. فما فيش فايدة انك تستخدم الابزيرفر العادي. فانت تيجي هنا في قرية الداتا بتاعتك تقراها بشكل السنجل افنت. تقرأ الداتا بتاعتك. ولما تحتاج تكتب على الداتا بتاعتك. تغيير ممكن انت تبقى تعملها تحديثا. بس الفكرة ايه? الفكرة انك انت محتاج في شاشة تعرض معلومات معينة. والمعلومات دي مش محتاج انك تتابع تغيرها لان محدش تاني هيتحكم فيها. فبالتالي استخدم السنجل افضل. ده بالنسبة للفرق بين الاتنين. والفرق ده لو فيهمته كويس هيلخص لكم كل اللي تقدروا تعملوه. طبعا الموضوع مش متوقف على تيبلو فيو. تيبلو فيو ده مثال من اكتر الامثلة اللي انت بتستخدمها في حاجة زي كده. بس طبعا في امثلة اكتر من كده بكتير ممكن تتعمل بها. الفيديو ده انا بحاول اخلي الفيديوهات قصيرة شوية عشان الناس آآ تبقى مركزة شوية معي في الشغل. ففي الفيديو ده احنا شرحنا الخطوة دي في الفيديو اللي جاي هنكمل خطوة تانية. وهنشوف باقي الانواع الممكن نقرأ بها ده اتبطاتي.